السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله يكون في دعم منفارة في العموم وفي العموم أكتبكم القرآن الكريم وبإذن الله ما رح أصر معكم في فيديوها أصدقاء اليوم فيديو عن مواجزات الله سبحان الله وبركاته المواجزة للفطل تظهر على جسمه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كل يوم جمعة سبحان الله، الله أكبر عن جد هذه مواجزة مواجزة من مغرب العالم خلينا نشوف الفيديو أنا وياكم صباح وزيقائي قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الصلاة على النبي اللهم صدي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولى من عمره في داغستان شمال روسيا الرضيع تظهر على جسمه كل أسبوع كتابات بالعربية يقول السكان المحليون إنها كناية عن آيات قرآنية وأحاديث شريفة من قال إن زمن المعجزات قد ولى؟ في بلد من قال قد زمن المعجزات قد ولى؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعندما تظهر الكتابة يبدو مريضا ويبكي ومن الصعب جدا السيطر عليه لا يمكن لأي طبيب تهديئته أو أن يخفف حرارته وتبقى الحرارة لنحو عشرين دقيقة بينما تظهر الكتابة أكثر من ألفي مسلم يأتون يوميا لرؤية الرضيع علي يعقوبوف كثيرون منهم يؤكدون أن الكتابات بالعربية على جسم الرضيع هي رسالة من الله آخرون يأملون أن يكون علي معجزة بعث بها الله للحفاظ على المسلمين في تلك البقعة من الأرض أريد أولا السلام والاستقرار ولهذا بعث إلينا الله هذا الطفل إنها إشارة إلى أنه على إخواننا أن يكونوا أكثر إيمانا علماء دين محليون يقولون أن الكتابات تظهر على جسم الرضيع مرة في كل إسبوع وتحديدا يوم الجمعة وفي كل مرة تظهر كتابة مختلفة عن سابقاتها إذن الناس تأتي وتذهب وإذا كان بعضهم ليس بحاجة إلى معجزة لتقوية إيمانه فإن آخرين يبحثون عن ما يثبت لهم أنهم على الصراط المستقيم نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوان كما رأيت أول فيديو أول فيديو يقول عن طفل يعني العالم يسمعونه الطفل المعجز سبحان الله يعني كل فترة وفترة يتلعونه آيات قرآنية على جسمه أو عداره أو عقده أو عائده يعني سبحان الله مدينة سوف في فيديو تاني لشب كمان بيصير نفس الحال يعني بيتعالوا كتابات عايشة ناسية سبحان الله أرجو بيديو أصبتك لا ما شاء الله ما كتبت شي شيئا في الدكتابة أو لش حال كانت ولكن حالت محتيك وبدأت كانت ماديرها معنا فطور على ذلك هذا عادي ما نفطور أعني أبقاها تنصوروا عديد جلتك فأ تعالى ما تعطيتك العالم الكبير اقاح أنه ما شاء الله انها براك الله قل sim في هذا اليوم هذا مرحبتك ما تكسب تشكر سبحان الله سبحان الله مرحبتك سبحان الله هذا هو كلام الله عز وجل كلام الله و لاستغفر و لاسبحه و لاسبحه إلا أن تخرج بإسم الله عز وجل و الإسمه في أي مكان مرة في يد و مرة في الجبهة و مرة في الدرع و قالت بأنه مرة مرة أنك يسمع كلامه أغاني أو أغاني لحمه كله يحسني بحالة في العافية يحرقه يتحمل شيء يسمع و أخوره التكتبت له هم أغاني مرحبا و هذا هو أمر الله عز وجل سبحان الله يا عز وجل يا جمعة الفئة القول أن زمن المعجزات لا يوجد معجزات يجب أن يعرف من يطالع هذا الحكي لا يوجد معجزات وربي العالمين يرجع عباده أنه يوجد معجزات يا جماعة الخير لا تنسوا الصلاة على النبي لا تنسوا صلاةكم ونطع في الكهرباء والمهم أهم شيء الصلاة وإستقفى ربك وأحمده وإشكلك والصلاة على النبي أهم شيء ومثما تطورها سوف أبدأ نزل فيديوهات فينا إن شاء الله تعالى بدنا دعمكم وبدنا محبتكم شكراً للمتابعين على الحفظ وحفظ عليه حلوء على المجزة سبحان الله تعالى وشكراً للمشاهدة وشكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة